بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرق والسليم سيدنا محمد علاء وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلام ومستر أهلا ومرحبا بكم على قناة S.T.C مع كورس استخدام نماذج الشموع اليابانية مع أنواع التحليل الفني في اللقاءات السابقة تكلمنا عن استخدام النماذج مع الدعوم والمقاومات ومع رسم الاتجاه وفي معرفة القنوات السعرية وفي معرفة القزور الكاذبة واليوم بحمد الله نواصل الحديث في نفس السياق عنوان محاضرة اليوم كيف تستخدم الشموع اليابانية مع مؤشرات الاتجاه قبل البدء في المحاضرة أحيطكم علما أن أي مؤشر اتجاهي ممكن نطبق عليه جميع القواعد التي سوف نتعلمها في هذه المحاضرة أي أن هذه المحاضرة هي بمثابة القواعد العامة والخطوط العريضة لجميع مؤشرات الاتجاه والتي من خلالها هنعرف متى وكيف نوظف الشموع اليابانية مع هذه المؤشرات وإن شاء الله سنحاول أن نلقضه على أحد المؤشرات على وجه الخصوص أولا ما هو المقصود بمؤشرات الاتجاه المقصود بمؤشرات الاتجاه هي كل أداة فنية تعطي معلومات حول الاتجاه الحالي السائد في السوق سواء كان اتجاه صاعد أو هابط مثل مؤشر البورينجربان وسحابة الإشموكو والمتوسطات المتحركة هذه تعتبر مؤشرات اتجاهية نتعرف من خلالها على السلوك الساري حاليا في الأسواق أما مؤشر المتوسطات المتحركة سيكون هو محور محاضرة اليوم مع ملاحظة أننا سوف نتحدث عن الشموع اليابانية ودمجها بالمتوسطات المتحركة لن نشرح المتوسطات المتحركة كمؤشر قائم بذاته لكننا سنحاول فهم كيفية استخدام هذا المؤشر مع نماذج الشموع اليابانية وفيما بعد إن شاء الله سنحاول عمل سلسلة خاصة بجميع أنواع المؤشرات كسلسلة مستقلة ذاتها نتكلم فيها عن أنواع هذه المؤشرات وكيف تتشكل وكيفية تفعلها والآن ما هي طريقة استخدام الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة مبدئيا كذا يجب معرفة أن أغلب الطرق الشائعة في التداول باستخدام المتوسطات المتحركة يمكن تلخصها في طريقتين الطريقة الأولى هي أن يكون لديك مؤشر متحرك واحد تستند إليه للحصول على معلومات اتجاهية إذا كان الاتجاه صاعد أو هابط الطريقة الثانية هي أن المتداول يستخدم متوسطين متحركين أو أكثر والذي يميز هذه الطريقة أن أحد المتوسطين يكون سريع والثاني يكون بطيء مع العلم أنه ممكن للمتداول أن يستخدم أكثر من متوسط متحرك أما عن كيفية استخدام الشموع اليابانية مع هذه المتوسطات المتحركة فإن ذلك يكون عند تلات مناطق المنطقة الأولى بعد المتوسط المتحرك نبحث عن الاتجاه وهذا يحدث عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك وفي هذه الحالة نبحث عن الاتجاه بغض النظر عن إعدادات المتوسط المتحرك إذا كان السعر فوق المتوسط في هذه الحالة بنبحث عن الاتجاه وبنبصره على أن التجاه صاعد سواء كان متوسط واحد أو اثنين أو أكثر بيوجد مشكلة وبناء على ذلك يتم توظيف الشموع اليابانية في هذه الحالة أي في حالة ما إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك المنطقة الثانية لتوظيف الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة هي بعد أو عند تقاطع المتوسطات المتحركة في حالة وجود متوسطين أحدهما سريع والآخر بطيء في هذه الحالة نبحث عن الزخم بمعنى أنه لما نستخدم السعر فوق المؤشر وتحت المؤشر في هذه الحالة نبحث عن الاتجاه إنما لما نكون بنين الاستراتيجية على تقاطع المتوسطات في هذه الحالة نبحث عن الزخم والقوة في الشموع اليابانية مثلا الشكل الذي أمامك لما يحدث تقاطع في المنطقة رقم واحد وفيه احتمالية يكون عندي زخم سعودي وقوة شرائية لأعلى أو لو حدث العكس ولقينا تقاطع للأسفل زي المنطقة رقم اثنين هذه المناطق التي بها زخم سواء للأعلى أو للأسفل ممكن أستخدم فيها الشموع اليابانية وبكذا إحنا اللي يهمنا ذو الوقت نعرف أماكن استخدام الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة أما المنطقة الثالثة التي يمكن فيها توظيف الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة هي عند الرجوع وملامسة المتوسط المتحرك في هذه الحالة نبحث عن مستويات الدعم والمقاومة على سبيل المثال الشرط اللي قدامنا ده نستخدم اللمس أي لمس الشموع اليابانية لمنحنى المتوسط نفسه اللي مكتوب عنده هنا حدث لمس أما المنطقة الثالثة التي يمكن فيها توظيف الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة هي عند الرجوع وملامسة المتوسط المتحرك في هذه الحالة نبحث عن مستويات الدعم والمقاومة على سبيل المثال الشرط اللي قدامنا ده نستخدم اللمس أي لمس الشموع اليابانية لمنحنى المتوسط نفسه اللي مكتوب عنده هنا حدث لمس في هذه المنطقة احنا بنعتبر المتوسطات المتحركة ما هي إلا مستويات دعم ومقاومة وبنوظف نماذج الشموع اليابانية في هذه المناطق التي تلامس المتوسط المتحرك ويتم توظيفها على أساس اللمس الذي حدث عندها طيب قبل ما نشرح الأمثلة مهم جدا أن المتداول يعرف المناطق التي يستخدم فيها الشموع اليابانية بإمكاني أننا أستخدم النماذج بعد المتوسط أو قبله سواء كان السعر يتحرك فوق المتوسط أو تحته وعند تقاطع المتوسطين المتحركين في هذه الحالة نبحث عن الزخم أو عند رجوع السعر للمتوسط المتحرك وملامسته في هذه الحالة نبحث عن مناطق دعم ومقاومة وسوف نشرح هذه الأمور السلاسة على وجه التفصيل في الأمثلة التالية أولا أمثلة تطبيقية عن كيفية استخدام الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة في الشرط اللي قدامنا ده إلى الآن لم نوضف أي مؤشر من المؤشرات ولا موفينج ولا أي شيء طيب إحنا كنا كيف نتداول بدون استخدام مؤشرات في العادة إلى هذه اللحظة نتداول باستخدام نماذج الشموع اليابانية بدون أي مؤشرات فمثلا في المنطقة اللي عليها ديرة كنا ازاي بنبصلها من منظور نماذج الشموع اليابانية كنا ننظر إليها على أنها منطقة استمرارية لماذا؟ لسببين رقم واحد أنه يوجد عندي نموذج الجنود الثلاثة الهاربين وكان عبارة عن نموذج يبدأ بشمعة خضراء طويلة فيها زخم ثم يأتي عدد من الشموع الصغيرة في الحجم تظل موجودة داخل نطاق الشمعة الأولى الخضراء تفتح وتغلق داخل مدى الظل العلوي والظل السفلي لهذه الشمعة هذا النموذج نموذج استمراري بحكم أن الاتجاه كان صاعد فأنا أتوقع الصعود من بعده رقم اثنين الشيء الثاني الذي يدعم الاتجاه على أنه استمراري إلى أعلى هو الفجوة السعرية اللي حصلت عندي هنا وإحنا قلنا قبل كده أن الفجوات عبارة عن نمازج استمرارية إذن كده أنا عندي نموذج استمراري هو الجنود الثلاثة الهاربين وكمان معاه فجوة سعرية استمرارية فإذا أغلق السعر فوق الظل العلوي لنموذج الجنود الثلاثة الهاربين فسوف أدخل صفقة شراء بعد الشمعة التي تغلق فوق الظل العلوي للنموذج الأول أنا لغاية دلوقتي باستخدم فقط نمازج الشموع اليابانية لكن لو حبينا لأول مرة نضيف متوسط متحرك إزاي هستخدمه مع الشموع اليابانية يلا بينا نضيف متوسط متحرك 200 على سبيل المثال وإنت بإمكانك تستخدم أي متوسط متحرك آخر بالإعدادات اللي تنسبك واللي أنت أعرفها ومتعود عليها كما هو موضع على الشرط أنا رسمت المتوسط المتحرك 200 باللون الأحمر طيب إزاي أقرأ الأسعار من خلاله رقم واحد إزا كان السعر فوق المتوسط المتحرك معنا كده إن الاتجاه صاعد وده يخليني أفكر فقط في صفقات شراء رقم اثنين العكس صحيح إزا كان السعر تحت المتوسط المتحرك في هذه الحالة لو تلاحظ معايا كان السعر صاعد في هذه المنطقة ثم تشكل عندي النموذج اللي كنا بنتكلم عنه قبل كده وهو الجنود الثلاثة الهاربين وعمل لي فجوة سعرية طيب دلوقتي بعد ما رسمت مؤشر المتوسط المتحرك إزاي حبصلها من أول وجديد أو كيف أنظر إليها بعد أن أضفت إليها مؤشر المتوسط المتحرك في هذه الحالة ننظر إليها على أنها تكونت والسعر صاعد فوق المتوسط المتحرك يبقى في الحالة دي نبحث عن الاتجاه لأن المؤشر المتحرك خلاص إداني قراءة للسوق والسعر أصبح فوق المتوسط المتحرك وبالتالي الاتجاه المتوقع هنا هو الصعود طيب هل أنا أحكم فقط على الاتجاه أن نصاعد باستخدام المؤشر المتحرك فقط؟ طبعا لا وهنا يظهر أهمية الدور الذي يتلعبه نماذج الشموع اليابانية على هذا الأساس بما أنني فوق المتوسط المتحرك في هذه الحالة أنا أبحث فقط عن صفقات الشراء وأبحث فقط على النماذج الاستمرارية من الشموع اليابانية لو تلاحظ في هذه المنطقة تشكل كما قلنا نموذجين استمراريين بالإضافة إلى تأكيد من المتوسط المتحرك أن السعر خلاص أصبح فوق المتوسط المتحرك وبكده يصبح المتوسط المتحرك نفسه منطقة دعم وأصبح السعر يستند على دعم قوي وهو المتوسط المتحرك 200 في هذه الحالة وبكده يبقى عرفنا إزاي نوظف الشموع اليابانية مع المتوسط المتحرك وبنفس الطريقة يمكن توظيف الشموع اليابانية مع أي متوسط اتجاه آخر وبما أن المؤشر الداني اتجاه صاعد فأنا في هذه الحالة أبحث فقط عن فرصة الشراء وبالعكس لو داني اتجاه هابط فأنا في الحالة دي هدور على فرص البيع ونوع النماذج في هذه الحالة يكون استمراري حتى لو تشكلت معي نماذج شموع إنعكاسية طالما فوق المتوسط المتحرك في هذه الحالة لن أعيرها أي اهتمام ولن أدخل عليها ولن أتداول بها يعني مثلا في هذه المنطقة رقم اثنين عندي نموذج إنعكاسي يعتبر شوتينج ستار ويعتبر إلى حد ما قمة ملقات ويزر توب في هذه الحالة لن أدخل صفقة بيع مع أنهما نموذجان عاكسان للاتجاه لن أدخل صفقة بيع حتى ولو كان النموذج صحيح لماذا؟ لأن السعر فوق المؤشر في هذه الحالة أنا أستخدم المؤشر كفلطرة للنماذج التي سوف أستخدمها ومش هيكون الحكم فقط باستخدام الشموع اليابانية كمان لو تلاحظ موجود معي إلى حد ما شمعة الدوجي في هذه المنطقة ثم شمعة بعدها صعودية وبعدين كمل السعر إلى أعلى بدون أي مشاكل وعلى هذا الأساس نقدر نقول إن أول طريقة لاستخدام الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة إن إحنا بنبص الأول على السعر هل هو موجود فوق المتوسط المتحرك ولا موجود تحته لو كان السعر فوق المتوسط المتحرك في هذه الحالة نبحث عن النماذج الاستمرارية الشرائية فقط لغير وإذا كان السعر تحت المتوسط المتحرك في هذه الحالة نبحث عن النماذج البيعية فقط وأوعى تدخل في النماذج الإنعكاسية بعد المؤشر يعني مثلا أنا كان ممكن أدخل من هنا شراء مفيش مشكلة أو من هنا ولكن لن أتجرأ على الدخول من هنا بيع حتى ولو كان هذه الصفقة هتكسبني طبعا إحنا عارفين السبب وهو أن السعر فوق المؤشر يكون صعودي بنسبة 100% الطريقة دي مهمة جدا إن إحنا نفهمها ونخدمها كويس جدا ونطبقها في تداولتنا على الحساب التجريبي لأنها تفيدني كتير جدا جدا في المستقبل أثناء عملية التداول الطريقة الثانية لاستخدام نماذج الشموع اليابانية مع مؤشرات المتوسطات المتحركة بعد أو عند تقاطع المتوسطات المتحركة في حالة ما إذا كان هناك متوسط سريع وآخر بطيء نبحث عن الزخم على الشرط اللي قدامي ده إذا حدث عندي تقاطع للأعلى عند المنطقة رقم واحد أنا بالنسبة لي أعتمد على أن التقاطع هذا بيديني إشارة على وجود زخم محتمل للصعود ومؤشر قوي على صعود الأسعار وبعدين أبص على السعر اللي فوق المتوسطات المتحركة على أنه يسير في اتجاه صاعد هنا برضو في إمكاني أن أنا أبحث عن نماذج الشموع اليابانية الاستمرارية التي تدعم الاتجاه الصاعد والتي تحدث بعد هذا التقاطع وفيه بعض الاستراتيجيات بتقولك إذا حدث تقاطع من أعلى اشتريه وإذا حدث تقاطع من أسفل بيع ولكن داخل التقاطع في المنطقة المحصورة بين المنحنين فيه نماذج كتير عندي بتتشكل ممكن برضو أستفيد منها لو أنا فاهم نماذج الشموع اليابانية وإزاي أقدر أفعلها وإزاي أقدر أطبقها نرجع تاني ونقول لو حصل معايا تقاطع في البداية وأنا ما كنتش متواجد أثناء التقاطع اللي حصل زي المنطقة رقم واحد هل هستنى لما يحصل تقاطع عند المنطقة رقم اثنين وتداول على الأساسها طبعا صعب جدا لإني دي بتمثل مدة زمنية طويلة مش معقول هستنى كل المدة الزمنية دي عشان أبيع مرة تانية أكيد ده شيء مش منطقي وخاصة لو على فريم طويل شوية طيب في الحالة دي أنا هتداول بناء على إيه؟ أتداول بناء على الحركة السعرية اللي بتقولها الشموع اليابانية طيب بالنسبة لي الشرط اللي قدامي ده متى وأين وكيف أدخل صفقة عليه لو خدت بالك في المنطقة إيه؟ في نموذج مرة علينا قبل كده لو تلاحظ عندي فجوة سعرية وإحنا عارفين إن الفجوة السعرية تمثل مقاومة إذا كانت في الأسفل وتمثل دعم إذا كانت في الأعلى في هذه الحالة لما فتح السعر في هذه المنطقة كان يواجه مقاومة تتمثل في الفجوة السعرية لكن أنا شايف إن أنا عندي نموذج شموع يابانية اخترق هذه الفجوة السعرية وقضى عليها تماما واخترق كمان المؤشرات وكمل إلى أعلى النموذج ده لو تفتكروا كان اسمه نموذج الفدائيين الثلاثة وإحنا عارفين إن ده نموذج استمراري يتكون من ثلاث شموع وكل شمعة تفتح داخل نطاق الشمعة التي قبلها وتغلق أعلى من جسمها أنا بالنسبة لي هحسبها إزاي؟ عندي نموذج الفدائيين الثلاثة نموذج صعودي وكمان عندي النموذج فوق المتوسطات المتحركة وهم أصلاً عاملين تقاطع سابق في المنطقة رقم واحد للأعلى طيب نستنتج من كده إيه؟ نستنتج من كده إن أنا عندي احتمالية صعود هيحصل بشكل كبير جداً وبالتالي أقدر أستغل الصعود ده في دخول صفقات شراء مضمونة ممكن أدخل بعد تكون هذا النموذج مباشرةً عند المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري ونصحتي لك دايماً النماذج اللي احنا تعلمناها في الشموع اليابانية حاول توظفها على الشرط ولو تشكلت نماذج إنكاسية فوق المتوسط أوعى تستخدمها في البيع يعني مثلاً في هذه الحالة عند المنطقة به مش هبصلها من أساسه ومش هبيع أبداً طالما أن السعر فوق المتوسطات المتحركة في هذه الحالة لازم المتداول يكون ملتزم التزاماً كلياً تاماً احنا بنشرح نظريات وقواعد بس أهم حاجة لما تيجي تطبق تحاول تلتزم التزاماً كاملاً بهذه القواعد وهذه النظريات طيب إيه سبب عدم البيع في هذه المنطقة السبب هو أن السعر فوق المتوسطات المتحركة وعندي تقاطع للأعلى وبكده يبقى احنا عارفين إزاي نفلتر الصفقات أثناء الشراء وأثناء البيع هذه هي الطريقة الثانية التي يمكن فيها استخدام الشموع اليابانية مع المؤشرات المتوسطة وكذلك مع أي مؤشر اتجاه آخر بنفس الطريقة ممكن استخدم نماذج الشموع اليابانية مع مؤشر سحابة الإشيموكو نبحث عن النماذج الشرائية الاستمرارية فوق السحابة بينما نبحث عن النماذج البيعية الاستمرارية تحت السحابة لا تحاول اللعب على الإنعكاس ما دم تستخدم مؤشر اتجاهي امشي فقط مع الاتجاه زي ما هيقولك الاتجاه امشي معاه إذا قالك المؤشر أن الاتجاه صاعد امشي مع الاتجاه الصاعد ودور على نماذج الشموع اليابانية التي تعطي استمرار الاتجاه للأعلى والعكس صحيح لو قالك المؤشر أن الاتجاه هابط امشي مع الاتجاه الهابط ودور على نماذج الشموع اليابانية الاستمرارية التي تعطي استمرار للاتجاه الهابط ثالثا استخدام الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة عند الرجوع وملامسة المتوسط المتحرك في هذه الحالة نبحث عن مستويات الدعم والمقاومة ونفس اللي احنا قلناه في محاضرة رسم خطوط الاتجاه باستخدام الشموع اليابانية ينطبق تماما على المتوسطات المتحركة في هذه المرحلة حاليا احنا بنشرح على متوسطين متحركين لكن كل اللي بنقوله ينطبق على كل المتوسطات ايا كان عددها لو تلاحظ في هذه الجزئية الماضية كنا بنقول ان المتداول يدور على النماذج التي تستمر بعد الاتجاه يعني على الشرط اللي قدامنا ده حصل عندي تقاطع للأسفل هذا معناه كما قلنا ان فيه زخم هيحصل للأسفل هذا الزخم تحت المتوسط معناه فقط ان انا ابحث عن صفقات بيع وحاول ادخلها هذه الصفقات لازم دخولي اليها يكون عن طريق نماذج تديني اشارة على البيع يلا بينا نرجع تاني بسرعة معلوماتنا مع بعض على هذا الشرط رقم واحد عندي تقاطع للمتوسطات لأسفل رقم اثنين عندي سعر تحت المتوسط المتحرك رقم ثلاثة احنا دلوقتي مستنيين ندخل صفقة بيع فقط في الحالة دي عمري ما هفكر ان انا ادخل صفقة شراء طيب لو حبيت ادخل صفقة بيع هتكون ازاي وامتى وكيفة واينة ولماذا لو تلاحظ عند الشكل البيضاوي الي على الشرط كان هيتشكل نموذج الجنود الثلاثة الهاربين لكنه فشل ولم يتشكل لماذا لاني لو رسمت خط افقي في هذا المستوى هلاقي ان الشموع دي الى حد ما تجاوزت هذا الخط الافقي اي تجاوزت نطاق الشمعة الاولى وكده اصبح النموذج غير صحيح ولا يمكن التداول به طيب هل ده معناه ان انا في الحالة دي لن اتداول طبعا الاجابة لا سوف اتداول بس على اساس تحليل خاص بناء على المتوسط اللي قدامي ده ممكن اتداول على اساس المناطق التي تلامس المتوسط المتحرك لو السعر غل تحت هذه المناطق والشموع دتني اشارة انعكاسية الاشارة اللي هتحصل عندي بعد عد صحيح هتحصل معايا ايه اللي هتحصل معايا السعر هيسير في الاتجاه العام الى اسفل بعد ان تلمس شمعة من الشموع منحنة المتوسط المتحرك وده اللي حصل عندي عندي شمعة الشوتينج ستار لمست المنحنة ومن بعدها اتجه السعر الى اسفل عشان كده ممكن ادخل صفقة بيع بعد اغلاق تحت شمعة الشوتينج ستار وبكده اكون قدرت استغل نماذج الشموع اليابانية مع المتوسطين المتحركين في دخول صفقات بيع حتى لو جاءت لي فرص ان انا ادخل صفقات بعد كده هيكون الدخول كله عبارة عن صفقات بيع وكمراجعة على ما سبق عندي ثلاث حالات رقم واحد بعد المتوسط المتحرك اذا كان السعر في الاعلى ندخل فقط صفقات شراء واذا كان السعر في الاسفل ندخل فقط صفقات بيع طبعا باستخدام الشموع اليابانية رقم اثنين في حال التقاطع المتوسطات المتحركة في هذه الحالة نبحث عن الزخم والقوة في الشموع واذ لم اتمكن من التداول باستخدام التقاطع هندور على نماذج استمرارية للشموع اليابانية سواء شرائية او بيعية على حسب التقاطع اذا كان التقاطع للأعلى نبحث عن صفقات شراء واذا كان التقاطع للأسفل نبحث عن صفقات بيع فقط لا غير الطريقة الثالثة هي التي نعتمد فيها على نقاط الارتكاز واللمس نحاول ان احنا ندور في هذه المناطق على شموع يابانية انعكاسية بس خد بالك لما نقول شموع يابانية انعكاسية بتكون انعكاسية بالنسبة للتصحيح اللي بيحصل وليس بالنسبة للاتجاه العام كما في المثال السابق يعني في المثال اللي قدامي ده انا مش هشتري من عند المنطقة ايه حتى لو كانت هتكسبني لان السعر اسفل المتوسطات المتحركة انا هدخل فقط صفقات بيع عند المنطقة بيه التي تلامس منحنى المتوسط المتحرك وفي النهاية هذه الطرق السلاسة يمكن تطبقها على اي مؤشر اتجاهي وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم عنوان محاضرة اليوم استخدام الشموع اليابانية مع مؤشرات التذبذب بشكل عام السؤال الذي يطرح نفسه ما هو المقصود بمؤشرات التذبذب مؤشرات التذبذب هي كل مؤشر فني يعطي معلومات بالدرجة الاولى عن حالات التشبع والزخم التي تمر بها الاسعار مثل مؤشر استوكاستيك ومؤشر القوة النسبية ومؤشر الزخم هذه المؤشرات لها عدة استخدامات لكن الاستخدام الاساسي لها انها تقدم لنا معلومات حول التشبع في الاسواق عشان كده تعرف بمؤشرات التذبذب في هذه المحاضرة لن نشرح المؤشرات كمؤشرات مستقلة ذاتها لكن هنشرح كيفية استخدامها مع نماذج الشموع اليابانية لمعرفة متى ادخل صفقات ومتى اشتري ومتى ابيع ومتى انتظر اما عن شرح جميع المؤشرات فسيكون في سلسلة مستقلة ذاتها ان شاء الله اكثر ما يهمني في هذا الكورس ان المتداول يعرف المناطق التي نستخدم فيها الشموع اليابانية مع مختلف اساليب التحليل الفني طيب ما هي هذه المناطق التي يمكن فيها استخدام نماذج الشموع اليابانية مع مؤشرات التذبذب من خلال استقراء الاسواق وجدنا ان اغلب الطرق الشائعة في التداول باستخدام مؤشرات التذبذب يمكن تلخصها في ثلاث طرق رقم واحد عند مناطق التشبع في هذه الحالة نبحث عن الشموع الانعكاسية فقط يعني المؤشر الذي يعطينا اشارة التشبع في هذه الحالة نبحث عن نماذج الشموع الانعكاسية فقط كما هو موضح في الاسفل مؤشر الاستوكاستيك عند نقطة تقاطع المنحنييني يوجد حال التشبع يعني لن احكم على حالة التشبع من اشارة المؤشر بمفردها لازم يكون عندي معاها نماذج شموع يابانية انعكاسية عند مناطق التشبع عشان نقدر احكم على انه فعلا فيه احتمالية للارتداد من هذه المناطق رقم اتنين المنطقة الثانية اللي احنا ممكن نستخدم فيها نماذج الشموع اليابانية مع مؤشرات التذابب هي عند وجود الانحراف السعري وهو ما يعرف باسم الديفرجنس وايضا كما قلنا في النقطة السابقة نبحث في هذه الحالة عن الشموع الانعكاسية فقط اثناء تكون القمم او القيعان اما النقطة الثالثة والاخيرة في استخدام مؤشرات التذابب مع الشموع اليابانية هي انه مؤشرات التذابب التي تقدم معلومات عن الاتجاه يمكن البحث في هذه الحالة عن النماذج الاستمرارية في الشموع اليابانية يعني مثلا مؤشر القوة النسبية او ر اس آي عند مستوى الخمسين يعبر عن الاتجاه اذا كان المؤشر فوق مستوى الخمسين كان الاتجاه صاعد واذا كان تحت مستوى الخمسين كان الاتجاه هابط يعني الخاصية دي معناها لو كان المؤشر مؤشر اتجاهي في الحالة اللي ذا دي بنبحث وندور عن النماذج الاستمرارية في الشموع اليابانية التي تحافظ على نفس الاتجاه سواء كان هذا الاتجاه صاعدا ام هابطا وهذه النقاط السلاس سوف نشرحها بالتفصيل من خلال الامثلة العملية التالية المثال الاول على استخدام الشموع اليابانية مع مؤشر استوكاستيك في حالتي التشبع البيعي والتشبع الشرائي في هذه الحالة نبحث عن نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية فقط شاهد معي هذا المثال لو بصينا على الشرط اللي قدامنا ده وحاولنا نستخدم المؤشرات دون ان يكون عندنا علم بالنماذج الشموع اليابانية هنتعب كتير لان في هذه الحالة هيكون عندي كتير من الاشارات التي تعطيها لي المؤشرات الخاصة بالتزبزب تعتبر خاطئة وغير فعالة طيب تعالوا نفلتر هذه المؤشرات في ضوء نماذج الشموع اليابانية يعني لو بصينا على هذا المكان رقم واحد لو نلاحظ ان انا عندي تقاطع بين منحنائي مؤشر استوكاستيك حسب الاعدادات الافتراضية له بيقول لي ان في حالة تشبع شرائي يعني المفروض ان المشترين يتوقفوا عن الشراء اكثر من ذلك في هذه المنطقة انا لو حبيت اخذ بعين الاعتبار اشارة المؤشر فقط ممكن اخسر صفقات كتيرة طيب تعالوا نشوف في هذه المرحلة ازاي كان اداء السعر في ضوء قراءتي لنماذج الشموع اليابانية بالرغم ان انا عندي اشارة تشبع شرائية الا ان السعر كمل هذا الصعود وطبعا الشرط ده على فريم الديلي فاكيد كل شمع لها اهميتها ووزنها وثقلها اذا في هذه الحالة انا مقدرش اعتمد على مؤشر التذبذب بمفرده ولكن نحاول دمج معها نماذج الشموع اليابانية اللي احنا تعلمناها في الكورس الماضي طيب تعالوا نشوف مع بعض الوضع هيكون شكله ازاي لما ندمج نماذج الشموع اليابانية مع المؤشر لو تلاحظ هذه المنطقة كلها تعتبر منطقة تشبع طالما اني فوق مستوى التمانين عند مؤشر استوكاستيك نقطة التقاطع في المؤشر هي التي تعبر عن افضل مكان يدل على التشبع لكن في هذه الحالة تعتبر غير فعالة نهائيا ولو انا بعت من هذا المستوى بناء على اشارة التشبع هلاقي ان السعر هيرتد علي بمسافة كبيرة جدا هنا بقى يجي دور نماذج الشموع اليابانية طيب ازاي انا اوظفها في هذه الحالة رقم واحد هبص على المؤشر هل ما زال في منطقة التشبع ام لا هلاقيه لسه موجود في منطقة التشبع رقم اثنين في هذه الحالة ابدأ في البحث على الشارط عن النباذج الانعكاسية في الشموع اليابانية طيب بص معايا كده هتلاقي نموذج شموع يابانية انعكاسي عند رقم اثنين هذا نموذج يسمى نجمة دوجي المساء دوجي ابنينج ستار وده نموذج عاكس للاتجاه من صاعد الى هابط فاذا توافق تواجد هذا النموذج مع مكان التشبع هنا بيكون احتمالية الانعكاس اكبر من احتمالية الاستمرار في نفس الاتجاه طيب تعالوا نسقط الاسهم بين النموذج وبين اشارة المؤشر هللاقيه لما تشكل معايا نموذج دوجي ابنينج ستار والمؤشر بعده في منطقة التشبع هنا بامكاني ان نحكم انه ممكن يحصل انعكاس وممكن يحصل ارتداد بحكم ان السعر وصل الى منطقة التشبع يعني انا مثلا في الحالة دي انا مش هدخل صفقة بيع بناء على اشارة المؤشر هو اي نعم المؤشر ساعدني فقط في معرفة مكان التشبع لكن دخولي في الصفقة هيكون وفقا لقراءتي لنموذج الشموع اليابانية اللي تكون عندي اذا في هذه الحالة انا هدخل من هذا المستوى الخاص بهذا النموذج لان الشمع التي جاءت بعد النموذج اغلقت تحت اسفل من خمسين في المية من الشمع الخضراء الاولى في النموذج هدخل صفقة بيع عند المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل بيع كمان لو تلاحظ ان السعر بعد تكون هذا النموذج دخل فيه مرحلة انتقالية ثم انعكست واحنا عرفنا في الكرس الماضي ان النماذج الانعكاسية مش بالضرورة انها تاكس الاتجاه مباشرة لكنها ممكن تدخل في مرحلة انتقالية قبل الانعكاس وهذه الامور شرحناها بالتفصيل فيما سبق ملخص الموضوع ان احنا بنحاول نستخدم نماذج الشموع اليابانية في مناطق التشبع حتى نحصل على فلترة للاشارات الصحيحة عشان ادخل صفقات اكثر ضمانا واكثر امانا واكثر نجاحا طيب على نفس الشرط لو حاولنا نلتقط اشارة اخرى تدل على التشبع عندي هنا عند المنطقة رقم 3 تشبع شرائي ايضا لو نسقطه كاشارة للمؤشر فقط سوف نحصل على اشارة فاشلة لماذا؟ لو تلاحظ على الشموع اليابانية اللي حصل في هذه المنطقة فوق المؤشر بالنسبة للاسعار كان عندي زخم صعودي فمستحيل انه يحصل عندي انعكاس وفقا لهذا التشبع الشرائي الذي يقدمه لي المؤشر في هذه الحالة وعشان كده انا بحاول كمان مرة ان انا وظف نماذج الشموع اليابانية واشوف ازاي هتقدر تساعدني مع المؤشرات لاحظ معي في المنطقة رقم 4 حصل عندي في المؤشر تقاطع للاسفل حتى لو نزل تحت المستوى التمانين في مؤشر استوكاستيك في هذه الحالة لكن ده يعتبر اعادة اختبار يعني المؤشر نزل ثم اعاد اختبار مستوى التشبع وكمل النزول بس لو لاحظت ان مستوى اعادة الاختبار هذا تزامن مع شمعة بيعية قوية جدا في هذه المنطقة ولو لاحظت كمان ان هذه الشمعة البيعية الدبابية الحمراء ابتلعت كذا شمعة قبلها شمعة 2-3 قبلها وبعدها حصل على طول الانعكاس طيب انا ايه اللي استفدته من هذا المؤشر المؤشر عرفني ان السعر وصل الى منطقة التشبع رقم 4 بعد كده اللي يهمني في الحالة دي ان انا وظف نموذج الشموع اليابانية اللي اتكون عندي عند مستوى التشبع في دخول الصفقة يعني دخولي في صفقة بيع مش هيكون استنادا الى مؤشرات التغذب فقط وانما هيكون استنادا الى المؤشر وكمان معاه الشموع اليابانية هي اللي هتفصل في دخولي وفي تحليلي للأسعار والسلعة اللي انا شغال بتداول عليها المثال الثاني على مؤشر استوكاستيك عن مناطق التشبع وازاي نستخدم فيها نماذج الشموع اليابانية نفس الملاحظة اللي قلناها في المثال الاول لو تلاحظ معي في هذه المنطقة في عملية تشبع شرائي واضح على مؤشر استوكاستيك هذا المؤشر عند هذا التقاطع عند المنطقة رقم ايه ما ينفعش تدخل مباشرة صفقة بناء على هذا التقاطع الدال على التشبع ولكن هنشوف على نماذج الشموع اليابانية ازاي الاسعار هتتعامل معاه لو لقينا مثل هذه الحالة التي تتوافق فيها نماذج انعكاسية مع منطقة التشبع هنا انا في امكاني ان اتداول بامان اكتر وادخل صفقات تعتبر اكثر نجاحا لو بصينا في النماذج اللي عليها شكل بعضاوي دي هلا عندي عدة شموع انعكاسية زي الدوجي والشهاب شوتينج ستار حتى القمة كمان عبارة عن قمة ملقات وزر طوب وفي نفس الوقت عندي قمة ابراج طور طوب يعني كل معايير الانعكاس ونماذجها متواجدة في هذه المنطقة بيه في هذه الحالة انا اذا دخلت دخولي هيكون من هذا المستوى بعد شمعة التأكيد التي تغلق اسفل من الشمع الخضراء الموجودة في النماذج الانعكاسي وكمان التي تغلق اسفل ذيول الدوجي هدخل صفقة بيع ربحانا ان شاء الله عند المستوى المكتوب عنده كلمة ادخل بيع بس عايزك تلاحظ كمان ان انا كل موظف نماذج الشموع اليابانية مع اسلوب التحليل الفني اللي انا باستخدمه وحسب الاستراتيجية اللي انا ماشي عليها وباستخدامي للدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه والمؤشرات كل ما تزيد فعالية هذا النموذج ويبقى موقفه في التداول اقوى عشان كده بنقول لا تستخدم المؤشر بمفرده في التداول في فرق كبير بين المتداول الذي يستخدم المؤشر بمفرده وبين المتداول الذي يستخدم المؤشرات ويدمجها مع نماذج الشموع اليابانية كنماذج انعكاسية واستمرارية عشان كده دايما نأكد ان المتداول اللي بيستخدم المؤشرات بمفردها بيكون عرضة للدخول في خسائر كبيرة جدا ولو تلاحظ كمان عندي في المنطقة سي تشبع بيعي يعني ده معنى ايه؟ معنى ان انا كمتداول مش هفكر في البيع نهائي وممكن اتحول من بائع الى مشتري طيب هنفترض اني مش هستخدم نماذج الشموع اليابانية لو دخلت من هذه المستويات ازاي هتعامل معاها؟ لو بصينا على نماذج الشموع اليابانية اعلى التشبع هلاقي عندي اتشكل نموذج استمراري للنزول اكتر هو نموذج الجنود الثلاثة الهاربين اللي احنا تعلمناه في الكورسي اللي فات يبقى انا لو تداولت على اساس المؤشر اكيد هخسر الصفقة دي في حين اننا لو قمت بدمج نماذج الشموع اليابانية مع المؤشر اكيد هاخد بالي من الموقف اللي قدامي ده وهتعامل معه صح وصفقتي هتكون اكثر ضمانا واكثر عقلانية طيب تعالوا نشوف على الشرط فرصة اخرى للتشبع ممزوج بنماذج شموع يابانية انعكاسية لاحظ معي في المنطقة دي اللي حصل عندي ان تكون عندي تشبع بيعي في المؤشر وفي نفس الوقت حصل عندي شموع يابانية زي الدوجي ونموذج افنينج ستار نجمة الصواح ولو انها غير مثالية طيب ايه اللي حصل بعد تكون هذا نموذج يعني انا لو كنت دخلت بعد اكتمال هذا نموذج صفقة شراء من عند المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري تحليل الموقف هيكون كالاتي هذه النجمة اي نعم هي غير مثالية لكنها تزامنت مع منطقة تشبع بيعي في مؤشر التذابذ ده اداني فلترة للصفقة واكد لي ان الصفقة اللي انا دخلها صفقة ناجحة ذات قوة اكثر وشجعني على ان انا ادخلها صفقة شراء رابحة ان شاء الله حتى لو بعدها السعر دخلني في مرحلة انتقالية زي اللي حصل عندي بعد كده ثم معكس لكن في الاخر دخولي هذه الصفقة بالشراء كان صحيح ارجع تاني واكد ان توظفنا للشموع اليابانية مع مؤشرات التذابذب هيدينا نتائج احسن بكتير وهتصبح نظرتنا للسوق نظر اعمق وتداولنا هيكون اكثر رزانة وهيكون له اسباب منطقية للدخول مرة اخرى وليست اخيرة ما ينفعش تستخدم المؤشرات لوحدها زي ما بنلاقي ان كتير من المتداولين بيستخدموا المؤشر لوحده وتكون النتيجة في الاخر الحصول على اشارات خاطئة كتير جدا مما يؤدي الى ما لا يحمد عقباه لكن لما بنوظف هذه المؤشرات مع نماذج الشموع اليابانية بيحصل عندي نوع من الفلترة وفي النهاية احنا بش بناخد كل هذه الاشارات من هذه المؤشرات احنا بناخد بس الاشارة المنطقية التي تتوافق مع نماذج الشموع اليابانية وبما يتناسب مع حركة الاسعار وبكده يبقى خلصنا الحالة الاولى التي تستخدم فيها الشموع اليابانية كنماذج مع مؤشرات التغذب طيب هذا الشرح كان حول مؤشر استوكاستيك تعالوا بينا نشوف امثلة اخرى حول مؤشر القوة النسبية او ما يعرف باسم RSI المثال الاول على استخدام الشموع اليابانية مع مؤشر القوة النسبية RSI نفس المبدأ طالما ان المؤشر هو مؤشر تغذب فغالبا ما هيكون فيه مناطق تشبع وما الى ذلك هنحاول نتعامل معها بنفس الشكل دائما فالكلام عام في هذه الجزئية لاحظ معي في هذه الحالة كان عندي تشبع شرائي لو بصينا للمؤشر بمفرده عند المنطقة رقم واحد هنلاحظ ان فيه تشبع شرائي والاسعار سوف تنعكس ولكن لو نظرنا الى الشموع هنلاقي ان الشموع لم تعطينا تلك الدلالة على هذا الانعكاس اللي اعطاه لي المؤشر يعني لو بصينا على المنطقة رقم اثنين اللي عليها شكل بجضاوي هنلاقي شمعة شوتينج ستار وقبلها شمعة هنجنجمان وحيث انهما نموذجان عاكسان للاتجاه هنلاقي ان كلاهما لم يتفعل وحيث انهما لم يتفعل ما ينفعش امشي وفقا لاشارة المؤشر فقط عشان كده احاول اوظف الشموع اليابانية كنماذج في هذه الحالة طيب لو بصينا لمنطقة تلتة ولتكن رقم ثلاثة فيها تشبع شرائي وفي نفس الوقت فيها شموع انعكاسية هنحصل على نتيجة احسن يعني مثلا في هذه الحالة في المنطقة رقم ثلاثة المؤشر لامس منطقة التشبع اللي هي مستوى السبعين في مؤشر القوى النسبية هذه الملامسة تزامنت مع نموذج انعكاسي وهو نموذج انجالفينج باترن فانا اذا دخلت صفقة بيع في هذه المنطقة هتكون احتمالية نجاحة كبيرة جدا يعني عندي نموذج ابتلاعي وفي نفس الوقت عندي تشبع شرائي فده بيزود احتمالية الارتداد والانعكاس لان كلاهما يعطيني دلالة على الانعكاس على هذا الاساس انا هدخل صفقة بيع وفقا لنموذج انجالفينج باترن ولكن اللي شجعني اكتر على الدخول والبحث عن مكان النموذج هو مؤشر القوى النسبية ر اس اي يعني مبدئيا انا شفت عندي تشبع في هذه المنطقة وبعدين رحت بسيت على الشرط من فوق هل توجد نماذج شموع يابانية انعكاسية ام لا لقيت عندي فيه نموذج انجالفينج باترن يبقى اهلا وسهلا دخلت على طول صفقة بيع وفقا للنموذج وهي ديه طريق استخدام مؤشر القوى النسبية في جزئية مناطق التشبع بدمجها مع نماذج الشموع اليابانية طب يلا بينا ننتقد لحالة اخرى ومثال اخر وهو ما يعرف باستخدام الشموع اليابانية مع الانحراف المعياري او الانحراف السعري كمؤشر من مؤشرات التذبذب واحنا عارفين ان في الحالة دي بنبحث عن نماذج الشموع برضو الانعكاسية فقط طبعا مؤشرات التذبذب مهما كان نوعها بامكاني استخدمها كديفرجنس اي كانحراف سعري ومعناه هو وجود اختلاف بين حركة المؤشر وحركة السعر في هذه الحالة لو بسيت على السعر على الشرطة هلاقي ان انا عندي قاع ادنى من قاع بينما المؤشر بالديني قاع اعلى من قاع هذا معروف انه مؤشر تذب ديفرجنس انعكاس لكن اللي همني انه لما انتبه لهذا الانحراف لا ادخل صفقة مباشرة على انه انحراف ولكن احاول ان ابحث ودور على النماذج الانعكاسية في الشموع اليابانية التي تتزامن مع هذا الانحراف بمعنى هبص على المكان هذا اللي عليه حرف ايه وابدأ في البحث عن نماذج انعكاسية مبدئيا كده داخل هذا الشكل البيضاوي عندي عدة نماذج مثل شمعة الدوجي بس غير مثالية جد بعدها شمعة ثيرانية شرائية خضراء بإمكاني اتداول بناء عليها بدون اي مشاكل وكمان عندي نموذج ابتلاعي في هذه المنطقة ممكن اتداول عليه بدون اي مشاكل فانا هدخل صفقة شراء من بعد الشمعة التي سوف تغلق بعد جسم الشمعة الابتلاعية الخضراء هنا دخولي بهذه الطريقة هيكون احسن بكتير من اني اعتمد فقط على الديفرجانس لان الانحراف انا معرفش انتهي انتهي وممكن يشكل قاع ثالث في هذه المنطقة لكن لما استند على الشموع اليابانية كنماذج انعكاسية في هذه الحالة دخول الصفقة هيكون اكثر اتزانا واكثر صحة من اني ادخل وفقا للنموذج الانحرافي فقط ولا استقدم معاها نماذج الشموع اليابانية طيب تعالوا نشوف مثال كمان وما تنسوش ان احنا في هذه الحالة بنبحث عن النماذج الانعكاسية على الشرط القدامي ده لو بصينا على الاسعار هللاقي ان عندي شمعة الدوجي في هذه المنطقة ايه وعندي نجمة الدوجي في هذه المنطقة بيه دوجي ايفنينج ستار النموذج ايه كان ممكن يكون ايفنينج ستار لكن بحكم ان الشمعة الثالثة لم تغلق اسفل من 50% من الشمعة الاولى فيعتبر غير معتمد كنموذج ايفنينج ستار في هذه الحالة لو لجعنا للديفرجنس طيب لو وصلنا القمم بالنسبة للاسعار بين المنطقة ايه والمنطقة بيه وبالنسبة للمؤشر وعملنا تزامن بينهما هنلاقي ان فيه اختلاف بمعنى القمم في السعر في شكل تصعدي بينما هي بشكل تناذلي على المؤشر طيب هنا ييجي سؤال هذا الانحراف الديفرجنسي انت انا ادخل فيه وعلى اي اساس انا ادخل صفقتي يترى وفقا لملمسته ولا ايه هنا في هذه الحالة احاول استند على قراءتي لنماذج الشموع اليابانية كده ينتهينا من الحالة الثانية لاستخدام الشموع اليابانية مع مؤشرات التذذب ودلوقتي تعالوا ننتقل للحالة الاخيرة وهي استخدام مؤشرات التذبذب في الشموع اليابانية ولكن في هذه الحالة مع مؤشرات التذذبذب التي تقدم ليه امكانية معرفة الاتجاه السائد طبعا من هذه المؤشرات مؤشر القونس بها RSI المحصور بين 30 و70 وفي مستوى الخمسين هو الذي يحدد لنا الاتجاه في الحالة دي لو انا بصيت على الشموع لوحدها ممكن اضيع لماذا؟ لانه كما هو مبين في الشارط الشموع كلها دخلها في حركة عرضية والشموع متكررة ومتشابهة بشكل رهيب جدا تقريبا مفيش اي زخم في التداول طيب لو بصينا على مؤشر RSI الصورة هتكون اكثر وضوحا السعر مبدئيا موجود على مستوى الخمسين المؤشر ماشي عليه تقريبا بنفس المستوى فهذا اندل على شيء فانما يدل على انه فيه عدم يقين في السوق طالما ان المؤشر عند مستوى الخمسين لهو فوقه ولا هو تحته ماشي على نفس المستوى بالملي فده معناه انه لا يوجد اتجاه اذا في هذه الحالة ما دام المؤشر عند مستوى الخمسين انا مش هتداول نهائي وانما هستنى لغاية لما المؤشر يبدأ يديني دلالة اما صعودية او هبوطية لو شفنا مع بعض في هذه المنطقة رقم واحد خرج المؤشر من مستوى الخمسين لاعلى اذا اصبح الاتجاه صاعد لما انا ادركت ان الاتجاه اصبح صاعد في هذه الحالة ابحث فقط عن النمازج الاستمرارية يعني في هذه المنطقة المحصورة بين رقم واحد واثنين السعر خرج من الحركة العراضية اللي كان فيها ولو تأملت وضع الشموع اليابانية في هذه المنطقة هلائي ان السعر شكل نموذج استمراري هو الجنود الثلاثة الهاربين على اساس ان الشمعة الاولى كانت لزخم ثم مجموعة من الشموع تفتح وتغلق داخل نطاق الشمعة الاولى ثم تأتي شمعة يتجاوز نطاقها الشمعة الاولى من ناحية الظل العلوي اذا هيكون دخولي صفقة شراء من هذا المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري يبقى انا في الحالة دي استفدت من مؤشر القوة النسبية RSI كمناطق تشبع واستفدت منه كمان في معرفة الاتجاه والاهم من كده ان انا عرفت ازاي اوظف الشموع اليابانية عند مناطق التشبع زي ما قلنا ان انا ببحث فقط عن النماذج الاستمرارية حيث ان المؤشر في هذه الحالة يوفر لي خاصية معرفة الاتجاه العام للسعر وبكده نكون انتهينا من الكلام عن الحالات الثلاثة التي يستخدم فيها الشموع اليابانية مع مؤشرات التذذب لو حبينا نرجعها بسرعة هل لاي ان مؤشرات التذذب بغض النظر عن نوع المؤشر رقم واحد في حالة التشبع نبحث عن النماذج الانعكاسية فقط رقم اثنين في حالة الديبرجنس والانحراف السعري ايضا نبحث عن النماذج الانعكاسية فقط رقم ثلاثة في حالة المؤشر الذي يوفر خاصية معرفة الاتجاه في هذه الحالة نبحث عن النماذج الاستمرارية في الشموع اليابانية وندخل بناء عليها كلمة اخيرة مهمة جدا هم حاجة ان المتداول يحاول يطبق ويوظف هذه النقاط اللي اتكلمنا عنها ويحاول يحترف الاسلوب اللي يرتح له ويتجاوب معاه لانه مش معقولة المتداول هيشتغل بكل هذه الاسليب وبكل هذه المؤشرات وبكل هذه المتوسطات مرة واحدة بمعنى انه ممكن المتداول يلاقي نفسه فاهم استخدامات الشموع اليابانية مع مؤشرات التذذب فيحاول يتمرن عليها حتى يحترفها بكثرة او ممكن ان المتداول يلاقي نفسه فاهم استخدامات الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة والمؤشرات المتحركة يحاول يتداول بناء عليها حتى يحترفها ويكون فيها ممتازا ومتداول آخر ممكن يلاقي نفسه فاهم استخدامات الشموع اليابانية مع التحليل الكلاسيكي والدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه أيضا يحاول يتدرب عليها حتى يحترفها ويمارثها بكسرة كطرق تحليل حتى ترسخ في الذهن ويتقنها بشكل أفضل وأحسن وما فيش مشكلة أن المتداول يعرف كل هذه الطرق اللي اتكلمنا عليها لأنها كلها تعطي خبارات للمتداول عنوان محاضرة اليوم كيفية استخدام نماذج الشموع اليابانية مع الفوليوم ولكن ما هو المقصود بالفوليوم وكيف يتم التداول من خلاله باستخدام الشموع اليابانية مؤشرات الفوليوم هي مؤشرات قوية جدا في التحليل الفني ولها قدرة رهيبة في معرفة أحجام التداول التي تفتتح بها جلسة معينة وبناء على هذه المؤشرات يستطيع المتداول التنبؤ بالمناطق المناسبة لتواجد الفرص الناجحة في دخول الصفقات فيه نقطة مهمة جدا في هذا التعريف يجب الانتباه إليها وهي أن مؤشرات الفوليوم بمختلف أنواعها لديها القدرة على معرفة أحجام التداول ولكن لا تملك القدرة على تحديد الاتجاه في أي مصار سوف يتحرك ولذلك فعند التحليل ودخول الصفقات سوف نستخدم معها نماذج الشموع اليابانية وبعض الطرق الأخرى حتى نستطيع استنباط الاتجاه وفي نفس الوقت نستفيد من هذه المؤشرات بشكل جيد ومفيد أكثر أنواع الفوليوم استخدام النوعين الأول الفوليوم الأحجام والثاني الفوليوم بروفايل فوليوم الأحجام هو الذي في الشكل على اليمين بينما الفوليوم بروفايل في الشكل على اليسار وهذا المؤشر يحتاج إلى محاضرة مستقلة ذاتها اليوم بإذن الله سوف نقوم بشرح النوع الأول وهو فوليوم الأحجام الموجود على اليمين من الأسفل وهو عبارة عن خطوط رأسية موجود على منصات التداول بينما فوليوم بروفايل موجود على منصات خاصة مدفوعة وهناك ست قواعد أساسية يجب أن يتذكرها المتداول عند استخدام الفوليوم وتعتبر كمسلمات لاستخدام هذا النوع من المؤشرات القاعدة الأولى مؤشرات الفوليوم تتنبأ بحجم التداول وليس الاتجاه الفوليوم يعطي المناطق التي يكون فيها حجم التداول كبير بسبب دخول العديد من المتداولين لكنه لا يعطي الاتجاه حيث أن الاتجاه لازم المتداول يستنبطه بطرق مختلفة أي أن كانت هذه الطرق سواء شموع يابنية أو أي مؤشرات أخرى القاعدة الثانية أن الأصل في مؤشرات الفوليوم هو أنه كلما زاد حجم التداول عبر ذلك عن زيادة في قوة تحرك السوق أي أن زيادة حجم التداول في علاقة ترضية تزايدية مع قوة تحرك السوق لكن في بعض الحالات يكون هناك تراجع في الفوليوم ومع ذلك يكون هناك زيادة في قوة تحرك السوق لكن العلاقة الترضية هي الأصل زي ما تكلمنا عن الدعوم والمقاومات يعني فيها السعر إذا تعدى مقاومة فغالبا ما هيزور مقاومة جديدة يعيد اختبارها هذا سلوك طبيعي للأسعار نفس الشيء بالنسبة للفوليوم كلما يزيد حجم التداول المفروض أنه في المقابل تزيد قوة تحرك الأسواق القاعدة الثالثة عبارة عن معادلة رياضية بتقول أن زيادة حجم التداول مع تحرك في الأسعار يدل على استمرار الاتجاه الذي ينطلق بسبب الفوليوم يعني الناس دخلت تتداول وفي نفس الوقت عندي الأسعار تحركت هذا غالبا يدل على استمرار الاتجاه الذي ينطلق بسبب الفوليوم لأن زي ما احنا عارفين أن الفوليوم يديني المناطق اللي ممكن السعر ينطلق منها فإذا صاحب هذه المناطق تحرك في الأسعار فإن السعر سوف يتحرك في هذا الاتجاه الذي انطلق به الفوليوم القاعدة الرابعة وهي أيضا عبارة عن معادلة رياضية بتقول نقصان حجم التداول مع تحرك في الأسعار هذا يدل على انعكاس قريب ومحتمل يعني مثلا إذا كان السعر صاعد وفيه زخم لكن الفوليوم في حال التناقص وتراجع هنا بيكون عندي إشارة أنه ممكن يحصل انعكاس عشان كده في البداية لما قلنا أن الأصل في مؤشرات الفوليوم أنه كلما زاد حجم التداول زادت قوة تحرك السوق لكن قلنا أن ده هو الأصل فيها ولكن ليست دائما أن تكون بهذا الوضع على أساس أنه لكل قاعدة شواز لأنه أحيانا بيكون عندي تحرك في الأسعار وفيه نقصان في حجم التداول دي حاجة لازم نكون وقدين بنا منها ونكون عارفين أن ديه من بين القواعد الأساسية لتكون الفوليوم وممكن تدل على إنعكاس قريب ومحتمل القاعدة الخامسة من قواعد تكون الفوليوم في صورة معادلة رياضية منطقة دعم مع نقصان حجم التداول بيساوي إشارة إنعكاسية صعود أو هبوط ده معناه أنه إذا كان عندي منطقة دعم وصل عندها السعر ومع ذلك فيه نقصان في حجم التداول فهذا يدل على إشارة إنعكاسية وصعود مرتقب يعني بيكون عندي السعر فيه زخم نازل وبعدين يوصل لمنطقة دعم فعندي احتمالية أنه يكون فيه إنعكاس في هذه الحالة القاعدة السادسة عبارة عن أيضا معادلة رياضية بيكون عندي منطقة مقاومة وكمان عندي نقصان في حجم التداول هذه أيضا إشارة إنعكاسية ممكن ييجي بعدها هبوط يعني مثلا عندي سعر صعود فيه زخم لا بأس به وصل إلى منطقة مقاومة ولكن الفوليوم حصل فيه تراجع فهذا أيضا يدل على إنعكاس محتمل بعد وصوله إلى المقاومة وبكده يبقى خلصنا القواعد الستة التي ينبغي أن يلتزم بها كل متداول حابب يشتغل بمؤشر الفوليوم بعد إدراج مؤشر الفوليوم بيكون بهذا الشكل الموضح هذا المؤشر يحتوي على بعض العناصر الإساسية وهي اللون وطول العمود والشكل العام للفوليوم يعني مثلا إذا أخذنا هذه المنطقة عندي مثلا هذا العمود باللون الأحمر وهذا العمود باللون الأخضر كل لون له دلالة معينة وكمان عندي طول العمود هتلاقي هذا العمود أطول من اللي قبله وكمان لو بصيت على الشكل هتلاقي إن شكل الفوليوم في هذه المنطقة عامل زي الجبل يبقى هي دي الحاجات التلاتة اللي انا هبصلها لما استخدم مؤشر الفوليوم اللون يعبر عن زيادة او تراجع احجام التداول يعني كل عمود في الفوليوم يقابل شمعها على الشرط على اي فريم سواء على الديلي او الاربع ساعات او اي فريم كل عمود يقابل جلس التداول اذا كان لون العمود بعد اغلاق الشمعة باللون الاخدر زي اللي قدامي ده في هذا المكان هذا يدل على زيادة في حجم الفوليوم اي زيادة في حجم التداول وليس اتجاه صاعد نفس الشيء بالنسبة للون الاحمر اللون الاحمر يدل على انه فيه تراجع في الفوليوم اي تراجع في حجم التداول لكنه لا يدل على ان الاتجاه هابط او ان البائعين هم الكسبانين انا مركب على هذه النقطة عشان فيه كتير من المتداولين يخطئ في هذه الجزئية ويكون متخيل في الفوليوم ان اللون الاخدر يدل على صعود الاتجاه واللون الاحمر يدل على هبوط في الاتجاه طبعا الكلام ده في مؤشر الفوليوم خطأ وغير صحيح الفوليوم ليس له علاقة بالاتجاه الفوليوم مسؤول فقط عن المناطق التي يكون فيها حجم تداول كبير والتي يكون فيها المستثمرين دخلين بصفقات كبيرة وايضا ليس لديه القدرة على توضيح مدى نجاح هذه الصفقات هل هي كانت في صارح المشترين ام البائعين هو يدل فقط على حجم التداول وليس على النتيجة النهائية للتداول في هذه المنطقة سواء بالمكسب او بالخسارة اذا مؤشرات الفوليوم تدلني على حجم التداول الكبير وتخليني اطلع على بعض الاسعار اللي بناء عليها اعتمد على بعض الاسليب التي سوف نشرحها والتي من خلالها نستطيع دخول الصفقات سواء بالبيع او بالشراء اذا اللون يعبر عن ازدياد في حجم التداول او تراجع في حجم التداول وليس له اي علاقة بالاتجاه هذه هي القاعدة الاولى في مؤشر الفوليوم الحاجة التانية هي طول العمود اذا كان العمود طويل بهذا الشكل في المكان اللي عليه شكل بعضاوي رقم واحد هذا يدل على وجود حجم تداول عالي اما اذا كان العمود قصير بهذا الشكل شكل اثنين فهذا يدل على وجود حجم تداول ضعيف طيب فيه نقطة مهمة لازم المتداول يعرفها على هذا المؤشر هذا العمود رقم واحد لو بصينا على اللون هنلاقيه بيعبر عن تراجع في أحجام التداول لأنه باللون الأحمر بالنسبة للعمود اللي قبله اللي باللون الأخضر يعني المؤشر لما شاف خلال هذه الشمعة الثانية حدث معنا أحجام تداول تعتبر كبيرة مقارنة بالمناطق السابقة لكنها تعتبر أقل حجم من حجم التداول اللي كان موجود في الشمعة الخضراء اللي قبلها عشان كده اداني لون أحمر لكن طول العمود الأحمر ده أفضل في التعبير عن حجم التداول من العمود اللي بيكون لونه أخضر لكنه قصير يعني اللون الأحمر رقم واحد يدل على التراجع في حجم التداول لكن أنا إذا قرنت بين هذا العمود الأحمر وهذا العمود الأخضر رقم ثلاثة بإمكاني أن نحكم أن التداول في العمود رقم واحد أكبر من التداول عند العمود رقم ثلاثة على الرغم من أن العمود رقم واحد لونه أحمر إذن اللون يدل على زيادة أو تراجع في حجم التداول وطول العمود يدل على حجم التداول اللي موجود عندي في هذا المكان آخر شيء في شكل الفوليوم لاحظ معي في هذه المنطقة إيه عندي صعود على الشرط لكن في المؤشر عند المنطقة به عندي تراجع في الفوليوم هذا التراجع عنده فإنما يدل على احتمالية الإنعكاس التي سوف تحدث في المستقبل إذن الشكل يديني معلومات حول حالة السوق من حيث الاستمرار أو الإنعكاس لكنها تكون محدودة جدا في هذا المؤشر والآن كيف يمكن استخدام نماذج الشموع اليابانية مع مؤشر الفوليوم وكيف يمكن التداول باستخدام هذا المؤشر بطريقة خليني أدخل صفقات منتظمة ومفهومة وليست عشوائية طيب مبدئيا كده عشان أستخدم مؤشر الفوليوم مع نماذج الشموع اليابانية لابد أن أكون فاهم ثلاث حاجات رقم واحد لازم أكون فاهم المؤشر كويس وشروطه ومعنى اللون وطول العمود والشكل العام رقم اثنين لازم أكون فاهم وفاكر وهاضم جميع نماذج الشموع اليابانية سواء الإنعكاسية منها أو الاستمرارية رقم ثلاثة لازم أكون عارف إزاي أرسم الدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه وفقا للشموع اليابانية أفكرك أن احنا في كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية قلنا أن الزيل يعبر عن الدعم والمقاومة في الشموع اليابانية وبناء عليه نقدر نرسم المناطق الخاصة بالدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه بناء على ذيول الشمعات والآن يلا بينا نشوف مع بعض إزاي هنستخدم الشموع اليابانية مع الفوليوم أول شيء بعد إدراج الفوليوم نحاول نستخرج مناطق الدعم والمقاومة وكمراجعة بسيطة عليها هذه المنطقة المظللة باللون الأصفر تمثل منطقة مقاومة طب إزاي إحنا عرفنا أنها منطقة مقاومة في البداية عند رقم واحد مكناش نعرف أن دي هتبقى منطقة مقاومة لكن لما السعر نزل ورجع تاني أعاد اختبار نفس المنطقة وارتد منها مرة تانية لأسفل أصبحت منطقة مقاومة نفس الشيء بالنسبة للدعوم بنفس الطريقة أنا رسمت منطقة الدعم باللون الأزرق الآن أنا كمتداول إيه اللي فضل لي؟ فضل لي أن أنا أبحث على نماذج إنعكاسية عند مناطق الدعم ومناطق المقاومة مثلا في هذه المنطقة رقم إيه؟ أنا عندي تقريبا نموذج هنجنجمان لكنه يعني إلى حد ما غير مثالي أو قد يحتاج بعض الشروط الإضافية عشان يتفعل ويحدث إنعكاس هنا بقى ييجي دور مؤشر الفوليوم طب إزاي هستخدمه بالتزامن مع هذا النموذج الموجود عند المنطقة إيه؟ يعني لو كنت هتذاول تبعا لنموذج الهنججمان هستنى لما يحصل إغلاق تحت الظل السفلي لشمعة الهنججمان وبعدين أدخل صفقة بيع بناء على المقاومة اللي حصل عندها نموذج إنعكاس ثم شمعة التأكيد التي أغلقت تحت الظل السفلي لشمعة الهنججمان طب أنا دلوقتي هدخل مؤشر الفوليوم لفلترة هذه الصفقة طب أنا بعد تشكل هذا النموذج محتاج إن أنا أشوف على الفوليوم حجم تداول كبير يتزامن مع هذا النموذج الإنكاسي اللي حصل عندي لو بسط معي على هذا الخط الرأسي الواصل بين شمعة الفوليوم والشمعة التأكيدية لون شمعة الرجل المشنوق كان باللون الأحمر ثم تراجع من بعده الفوليوم إلى أن وصل إلى اللحظة التي تفعل فيها النموذج بالتزامن مع شمعة التأكيد صاحبها زيادة في الفوليوم وأصبح لون عمود الفوليوم باللون الأخدر أنا لما أتكون عندي عمود لونه أخدر في منطقة الفوليوم بالإضافة إلى منطقة المقاومة اللي أنا كنت محددها بالإضافة إلى النموذج الإنكاسي في الشمعة اليابانية هيكون دخولي بعد شمعة التأكيد أكثر احتمالية لنجاح صفقة البيع اللي أنا دخلتها على أساس أنه فيه زيادة في حجم التداول طيب هل الزيادة دي في الحجم لصالح البائعين ولا المشتريين من أين أعرف ذلك؟ أعرفه من الشمعة يعني مؤشر الفوليوم إداني معلومة أن فيه زيادة في حجم التداول في هذه المنطقة بناء على لون عمود الفوليوم الأخدر طيب الزيادة دي لصالح مين؟ لو بصيت فوق على الشرط هلاقي أن الزيادة دي لصالح البائعين من أين عرفت كده؟ من لون الشمعة اليابانية الحمراء الدبابية البيعية لأنها أغلقت أسفل ذيل شمعت الرجل المشنوق وبالتالي فعالت لي النموذج وده معناه أن فيه تجار سوف يدعمون هذا الاتجاه الجديد اللي إحنا استنتجناه من خلال الشموع اليابانية طيب يلا بينا نشوف مثال كمان نعرف من خلاله إزاي أستخدم نماذج الشموع اليابانية مع مؤشر الفوليوم عند منطقة دعم على نفس الشرط عند المنطقة بيه عندي نموذج إنعكاسي أكيد كلنا عارفينه عندي شمعة دوجي ثم شمعة حاولت تغلق فوق الذيل العلوي لشمعة الدوجي عشان يتفعل لكنها فشلت وبعدين جد بعدها شمعة أخرى شرائية خضراء كان ممكن أدخل معها صفقة شراء طيب تعالوا نضيف مؤشر الفوليوم لهذا النموذج هلقيه إداني إشارة تديني ثقة أكبر في أخذي لهذه الصفقة الشرائية لاحظ معي الخط الرأسي الواصل بين شمعة الشراء اللي أنا دخلت معها وبين العمود الأخدر اللي موجود في الفوليوم هتلاقيه هتلاقيه من الأول خالص تشكل معي الدوجي في هذه المنطقة فكان هذا هو حجم الفوليوم تشكلت معي شمعة خضراء ثم ظل الفوليوم ارتفع وحيث أنه لم يحدث عندي إغلاق فوق الدوجي إذن أنا لم أتصرع في الدخول إلى أن وصلنا للشمعة الثالثة اللي أنا دخلت منها أغلقت فوق الذيل العلو لشمعة الدوجي فهذا سمح لي بالدخول بالشراء لكن اللي زود عندي الثقة في هذه الصفقة أن الفوليوم أعطى لي عمود أطول من اللي قبله باللون الأخدر وهذا يعني أن فيه ناس فعلا دخلين يشتروا وبقوة بس أهم حاجة عندي الاتجاه المتوقع هو الصعود أنا استنبضته من الشموع اليابانية وليس من الفوليوم يبقى ملخص الصفقة اللي فاتت دي أنا دخلت شراء بناء على أن السعر وصل إلى منطقة دعم وأن الشموع اليابانية شكلت لي دوجي وكمان أو شبيه الدوجي ودي تعتبر من النماذج الإنعكاسية والشيء الثالث اللي أكل دي احتمالية الصعود هو وجود فوليوم ارتفع بعد هذه الشمعة التأكيدية فأنا لما أدخل من هذا المستوى صفقة شراء احتمالية نجاحها هتكون قوية جدا إن شاء الله وما بعد كده لو تلاحظ السعر ارتفع في هذه المنطقة سي هذا الارتفاع صاحبه انخفاض في الفوليوم عند المنطقة دي احنا قلنا في هذه المحاضرة من ضمن قواعد الفوليوم اذا كان عندي تحرك للأسعار فيه زخم كما عند المنطقة سي والشموع كبيرة يصاحبه في مؤشر الفوليوم عند المنطقة دي تراجع في أطوال الأعمدة على المؤشر هذا يدل على احتمالية إنعكاس قريب مع ملاحظة أن هذا الإنعكاس لن يحدث بشكل مباشر إلا أن الفوليوم بيقولي أن أحجام التدول بدأت تقل مع هذا الارتفاع في الأسعار اللي حصل عندي على الشرط كأن الفوليوم بينبهني أن ممكن يحصل معايا إنعكاس قريب على وشك الحدوث طيب لما وصلت الأسعار لمنطقة المقاومة عند إيه الشمع الخضراء أغلقت فوق منطقة المقاومة بشكل واضح بعدها تحولت منطقة المقاومة إلى دعم وكملت الأسعار الصعود إلى أعلى في هذه الحالة أنا مش متيقن الأسعار دي هتروح فين وكيف أتداول طالما أنها فوق مستوى المقاومة اللي أنا كنت محددها من قبل أنا كده محتاج أتأكد أن هذه المقاومة أصبحت دعم قوي عشان أفكر بالشراء ولكن إذا رجع السعر تحت المقاومة فغالبا ما سيواصل الهبوط إلى أسفل طيب أنا في هذه المرحلة لو كنت بستخدم الفوليوم هيكون عندي الصورة في غاية الوضوح طيب تعالوا نحلل هذه الصفقة عند المنطقة دي اتشكل عندي نموذج ابتلاعي بعد تشكل هذا النموذج أول حاجة أنا موجود فوق مقاومة يعني عندي احتمال أن هذا النموذج قد يفشل إذا اصطدم بمنطقة المقاومة وتحولت إلى منطقة دعم طيب تعالوا نبص على وضع الفوليوم في هذه الحالة عشان نقدر نفلتر هذه الصفقة عند المناطق المصاحبة لتشكل النموذج هللا إيه؟ لو رسمنا هذا الخط الوهمي الواصل بين الشمع الابتلاعية والعمود المقابل لها على الفوليوم في هذه اللحظة التي تفعل فيها النموذج حدث تراجع على الفوليوم لو هنستخدم الفوليوم لن ندخل مباشرة من عند مستوى الدخول اللي احنا قلنا عليه في الشموع اليابانية ولكن هنستنى حجم تداول واضح يدعم هذا النموذج الانعكاسي وندخل فيه وهو ده اللي ظهر معايا بعد كده في الشمعة الموالية ذات حجم التداول وظهر ذلك بوضوح من خلال طول هذا العمود الأخضر الموجود على الفوليوم والذي يقابل شمعة حمراء بيعية فيها حجم تداول كبير واضح من خلال طول هذه الشمعة يعني الصفقة من الأول عبارة عن نموذج ابتلاعي بيعي ثم الشمعة الموالية للنموذج هي اللي كان فيها حجم تداول كبير يدل على أنه فعلا هذا النموذج عند المنطقة نموذج قوي وله دلالة كبرى على عكس الاتجاه وبالتالي فيه احتمالية إنك تدخل من هذا المكان اللي موجود عنده كلمة ادخل بيع من غير أي مشاكل طيب أنا كيف استفدت من دمج الفوليوم مع نماذج الشموع اليمنية قدرت عرف بالزبط فين المنطقة اللي كتير من المتداولين دخلوا بقوة يعني هذه الشمعة الحمراء الدبابية البيعية لو أنا بصيت تحتها على الفوليوم فقط على العمود الأخضر الطويل المقابل لها هعرف قد إيه كان حجم التداول كبير بس أحب أكد أن هذا الحجم الكبير من التداول أنا مش هعرف منه الاتجاه رايح فين عشان أعرف الاتجاه لازم أرجع واستخدم الشموع اليابانية مع الدعوم والمقاومات كمان أحب أأكد على أهمية الشموع اليابانية إنها بتديني الإشارة قبل أي مؤشر آخر الشموع اليابانية لو أنا أتقنتها كويس هقدر أطلع منها بإشارات قوية في دخول الصفقات سواء بالبيع أو بالشراء أو الانتظار قبل أي مؤشر آخر واللي بيساعدك على كده شمعة التأكيد اللي بتيجي بعد النموذج هي اللي بتديني الإذن بالدخول سواء بالبيع أو بالشراء إذن عند استخدامنا للفوليوم مع الشموع اليابانية هنختار نموذج إناكاسي ثم دعوم ومقاومات مع زيادة في حجم التداول مع ملاحظة إني مش هدخل صفقة بناء على إشارات الفوليوم أو لونها أو طول أعمدتها أو شكلها إنما أنا هستنى الإشارة الخضراء من الفوليوم يصاحبها نموذج إناكاسي طيب نشوف مثال آخر عند المنطقة F السعر تخطى منطقة الدعم السابقة ثم حاول إعادة اختبارها في هذا المكان هذه الشموع عند المنطقة F عملتلي تقريبا نفس الشكل الموجود عند المنطقة E طيب إزاي هقرأ هذه الشموع باستخدام الفوليوم بالنسبة للشموع عندي صعود في هذه المنطقة بينما على الفوليوم عندي في المنطقة اللي تحتها بالتزامن معها عندي تراجع في الأحجام فهذا إن دل على شيء فهنه يدل على احتمالية الإنعكاس كما ذكرنا في القواعد السابقة أنا بعد كده مش عارف إيه اللي هيحصل لكن توقعي إن فيه احتمالية كبيرة للنزول لأن حجوم التداول في المقابل بتقل والسعر ارتفع بعض الشيء كده أبقى استخدمت نماذج الشموع اليابانية واستخدمت المؤشر واستخدمت الدغوم والمقاومات بالنسبة لنموذج الشموع اليابانية عند المنطقة F لو تلاحظ عندي شمعة رجل مشنوق هنج جمان مع تراجع في الأسعار ففيه احتمالية كبيرة لنزول السعر طيب لو خدت مثال آخر لاحظ معي هذا الشرط نفترض أنا كمتداول حابب أدخل صفقات باستخدام الشموع اليابانية ومعها مؤشر الفوليوم كيف سيكون شكل هذه الصفقة رقم واحد أحدد الدعوم والمقاومات وفقا للشموع اليابانية كما تعلمنا رقم اثنين بعد ما يوصل السعر لمنطقة مقاومة نحاول البحث عن نموذج شموع اليابانية انعكاسية في هذه الحالة مثلا عند المنطقة رقم واحد اللي عندي اللي عليه شكل بيضاوي ده عندي نموذج Evening Star نجمة غير مثالية وفقا لهذا النموذج فيه امكاني اننا ادخل من عند هذا المستوى اللي مكتوب عنده ادخل بيع مفيش اي مشكلة انا عايز افلتر هذه الصفقة باستخدام مؤشر الفوليوم هو اللي هيديني انسب مكان ممكن ادخل منه صفقة بيع لو بصينا على الخط الرأسي الواصل بين النموذج والعمود الاخدر على الفوليوم هلاقي الشمعة اللي فعلت للنموذج نموذج نجمة المساء هي هي الشمعة اللي كان فيها زخن كبير بالتالي دخولي منها هو تأكيد لنموذج Evening Star لانه جاء بعد منطقة مقاومة وجاء بعد حجم تداول مرتفع اذا خلاصة القول انا بحتاج الفوليوم فقط في نقطة الدخول هو ده الشيء الوحيد اللي انا احتاجه فيه طبعا نفس الكلام ممكن ينطبق على هذه المنطقة منطقة الدعم كل اللي احنا قلناه على المقاومات ينطبق على الدعوم يعني مثلا هذا الجزء عند المنطقة رقم اثنين فيه نموذج ابتلاعي اذا انا في امكاني اتداول وفقا للشموع اليابانية وادخل صفقة شراء من هذا المستوى اذا افترضنا ان هذه منطقة دعم هيكون دخولي صحيح مفهوش اي مشكلة ولكن اذا اضفت اليه مؤشر الفوليوم نتائجي هتكون احسن وافضل فبدلا من ان ندخل من هذه الشمعة ممكن ادخل من الشمعة اللي بعدها او من اللي بعدها على اساس ان الفوليوم بيقول لي ان حجم التداول في هذه الشموع اكبر وهذا الفوليوم الكبير مصاحب لهذه الشموع الانيكاسية يعني اشارة الشراء او البيع هي الدعوم والمقاومات والذي يؤكد هذه الاشارة هو الفوليوم اي حجم التداول عنوان محاضرة اليوم استخدام الشموع اليابانية مع نظرية وايكوف واليوت والهارمونيك قبل ان ابدأ هناك ملاحظة مهمة جدا في البداية هذه المصطلحات الثلاثة وايكوف واليوت والهارمونيك تعتبر مدارس تحليل كل مدرسة مستقلة ذاتها تحتاج لدورة خاصة لكن في هذه المحاضرة سوف نتناول فقط استخدام الشموع اليابانية مع نظرية وايكوف واليوت والهارمونيك وتعتبر نظرية وايكوف مدرسة مستقلة ذاتها مؤسسها هو ريتشارد وايكوف ينظر فيها الى حركة الاسواق المانية على انها مناطق تجميع وتصريف والسؤال الان ما هو مفهوم مناطق التجميع والتصريف عند وايكوف؟ عند وايكوف مناطق التجميع والتصريف هي عبارة عن مناطق تشهد حركة عرضية على شكل شموع متتالية او ذات مجال ضيق وبناء عليها يقوم بالمتاجرة وتعتبر هذه المناطق عمليا فترة حيرة في الاسواق تقل فيها عمليات التداول وتزداد فيها الاوامر المعلقة للمتداولين وتظل هذه المنطقة منطق التجميع او تصريف الى غاية وصول السعر للأوامر المعلقة والانطلاق بعدها هكذا ينظر وايكوف لحركة الاسعار بشكل عام طيب ما هي مناطق التجميع كما عرفها وايكوف؟ عرفها على اساس انها عبارة عن حركة عرضية واسعة او ضيقة يكون بعدها صعود في الاسعار يعني اذا كان عندي اتجاه صاعد وبعدين لقيت حركة عرضية هذه الحركة العرضية مش هقدر اعرف اذا كانت منطق التجميع او تصريف الا بعد ما ينطلق السعر بعدها فاذا انطلق السعر للأعلى فهذه المنطقة تعتبر منطق التجميع اما مناطق التصريف فهي ايضا عبارة عن حركة عرضية تكون ضيقة او واسعة ويكون بعدها نزول في الاسعار يعني الحركة العرضية اللي بتحصل عندي لو حصل بعدها نزول في الاسعار في هذه الحالة بيعتبرها وايكوف منطق التصريف وليست منطق التجميع ويعتبر العالم وايكوف هو اكثر من فصر في الحركة العرضية ولا يوجد احسى منه في دراسة الحركة العرضية ومراحلها وازاي ممكن نتعامل معها عشان كده يسمى وايكوف ابو الحركة العرضية طب تعالوا نشوفوا مثال عملي على نظريت وايكوف في الشكل رقم واحد اللي قدامي ده اذا تشكلت معنا هذه الحركة العرضية هذه منطقة تصريف مقدرش اسميها منطقة تصريف الا اذا كان بعدها نزول وده اللي حصل عندي عشان كده هذه الحركة العرضية اللي جيه بعدها نزول انا سميتها منطقة تصريف على حسب تعريف وايكوف رقم اتنين الشكل اللي قدامي ده نفس الشيء بالنسبة للحركة العرضية اللي ظهرت عندي دي سميناها منطقة تجميع لان بعدها حصل صعود في الاسعار طيب هنا يأتي سؤال اين تكمن المشكلة المشكلة هي ازاي اعرف الحركة اللي هتكون بعد الحركة العرضية عشان اقدر اتنبأ باتجاه الحركة وبناء عليه اقوم باتخاذ قرار البيع ام الشراء بصراحة هذا الامر حسب نظريت وايكوف يحتاج الى تفصيل كتير لكن احنا محور محاضرتنا اليوم حول استخدام الشموع اليابانية مع نظريت وايكوف يعني ما هي المناطق التي يمكن استخدام الشموع اليابانية فيها مع نظريت وايكوف بغض النظر عن التفصيلات والتعقيدات التي ترحى وايكوف في نظريته باختصار اهم المناطق اللي ممكن المتداول يستعين فيها بنظريت وايكوف رقم واحد نستعين بالشموع اليابانية كنمازج في تجنب الكسر الكاذب على اعتبار ان مناطق التجميع والتصريف هي حركة عرضية فاذا كان عندي حركة عرضية وحدث عندي كثير كاذب في هذه الحالة اشتري الى الحدود العلوية وبعدين هستنى الكسر الكاذب للاعلى ولما ينتهي هذا الكسر الكاذب ادخل صفقة بيع يعني في هذه الحالة المتداول هيوظف نماذج الشموع اليابانية على حدود المنطقة العرضية لتجنب الكسر الكاذب رقم ثلاثة اذا كانت الحركة العرضية واسعة نستخدم نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية ونحاول اقتنسها والدخول بواسطتها لانها تكون اقرب لعكس الاتجاه طيب ايه هو المقصود بالحركة العرضية الواسعة هي التي يكون فيها قمم وقيعان واضحة يعني ما تكونش القمم والقيعان قريبة من بعضها وانما تكون واسعة وواضحة للمتداول في هذه المناطق لو ما حصلش معايا كسر كاذب فانا ممكن على الحدود الخاصة بالحركة العرضية احاول اقتناس نماذج انعكاسية فقط ادخل من خلالها واستهدف المناطق العلوية للحركة العرضية اذا كانت الحركة العرضية ضيقة نتوقع بعدها الاستمرار ونبحث في هذه الحالة عن النماذج الاستمرارية فقط لانه احيانا الحركة العرضية زي اللي قدامي دي مش بيتبين معايا الشكل المثالي اللي قدامي لكن ممكن تلاقي الحركة العرضية صارت بشكل مستقيم افقي ثم مثلا يحدث صعود او نزول السبب في هذه الحركة ان الشموع لا تكون فيها قمم وقيعان وتكون عبارة عن شموع متتالية زي ما شفنا قبل كده في بعض النماذج الخاصة بالشموع اليابانية في هذه الحالات غالبا بيكون بعدها استمرار ولكن في حاجة مهمة جدا وهي انه تستثنى من هذه القاعدة حالة اذا نجح السعر في تجاوز المنطقة الضيقة بدون تشكل نماذج شموع واضحة يعني مثلا بيكون عندي السعر صاعد وبعدين تتشكل عندي شموع بدون قمم وقيعان واضحة ويكون شكلها في حركة عرضية في هذه الحالة انا اتوقع الاستمرار ولكن اذا نجح السعر في انه يرجع ويغلق اسفل هذه الشموع المتتالية اذا في هذه الحالة انا مش هقدر ادور على النماذج الاستمرارية وابدأ افكر على طول في احتمالية انعكاس الاسعار وهذا استثناء من القاعدة على اساس ان في المجمل انا بحاول ابحث عن النماذج الاستمرارية الخاصة بالشموع اليابانية لانها هي اللي هتساعدنا كتير مع نظرية وايكوف فيه نقطة اضافية لازم نذكرها خاصة بنظرية وايكوف وهي احنا اتكلمنا عن المناطق اللي ممكن نستخدم فيها النظرية مع الشموع اليابانية لكن ما اتكلمناش عن تفاصيل النظرية لان زي ما احنا قلنا ان النظرية دي في حد ذاتها محتاجة دورة خاصة بيها فقط كمان عايز اضيف زي ما بنستعين بالشموع اليابانية في زيادة فعالية اغلب الاستراتيجيات بالنسبة الوايكوف ممكن كمان نستعين بالنماذج السعرية زي المستطيلات والمثلثات والاعلام والريات هذه كلها ممكن تساعدني كتير في نظرية وايكوف لانها كلها في الغالب تشكل هذه الحركة العرضية التي من خلالها ممكن نتنبأ بالاتجاه اللي ممكن يحصل بعد كده وعلى ذلك فان نظرية وايكوف باستخدم معها نماذج الشموع اليابانية وعلى وجه التحديد النماذج الاستمرارية وده يعتبر ملخص بسيط جدا لاستخدام الشموع اليابانية مع هذه النظرية والمناطق اللي احنا ممكن نركز فيها على تواجد نماذج الشموع اليابانية سواء انعكاسية او استمرارية والان هنشوف امثلة عملية عن استخدام الشموع اليابانية مع نظرية وايكوف المثال الاول على الشرط اللي ظهر قدامي ده زي ما قلنا ان وايكوف ينظر الى حركة الاسواق على انها مناطق تجميع وتصريف وبناء على هذا التجميع وهذا التصريف تتحرك الاسعار بمعنى انه لا يفكر في رسم خطوط الاتجاه ولا ترند ولا اي حاجة من ديه ولا مؤشرات ولا مذبذبات ولا اي حاجة من الحاجات اللي احنا نعرفها ديه وبنتداول على اساسها دائما ينظر الى الشموع على انها في مناطق تجميع وتصريف فمثلا هذه المنطقة رقم واحد ازاي انها عرفها اذا كانت منطقة تجميع ولا تصريف حسب نظريت وايكوف اعرفها لما يتجاوز السعر حدود هذه الحركة العرضية ففي هذه الحالة بمجرد وجود هذه الشمع الطويلة اللي فيها زخم بالنسبة لوايكوف بيعتبر هذه منطقة تجميع لان بعدها جاء صعود كذلك المنطقة رقم اثنين يعتبر وايكوف انها منطقة تجميع لان جاء بعدها ايضا صعود واحنا لسا يلي من شوية انه لما تكون الحركة العرضية ضيقة زي اللي قدامنا دي في رقم واحد ليس بها قمم وقعان واضحة مش زي المنطقة رقم ثلاثة واضح ان فيها القمم والقعان وعلى الرغم من كده فهي ايضا حركة عرضية طيب لو عايز اتداول في هذه المنطقة العرضية الضيقة هتداول ازاي عند المنطقة رقم واحد في معظم الاحوال هبص على الشموع المتكونة في هذه المناطق كيف هي شكلها واحاول اقتناس النماذج اللي ممكن تديني احتمالية للانعكاس او للاستمرار نفس الشيء بالنسبة للمنطقة رقم اثنين لو تلاحظ مثلا عندي في هذه المنطقة نموذج الجنود اثلاف الهاربين اللي اتكلمنا عنه قبل كده في كورس التحليل الفني وفكركم به كان عبارة عن شمعة قدراء شرائية في رائية طويلة ثم مجموعة من الشموع موجودة داخل نطاق هذه الشمعة الاولى ثم الشمعة الاخيرة اغلقت بعد حدود الشمعة الاولى من اعلى عشان كده احنا قلنا داخل هذه الحركة العرضية الضيقة بنحاول ندور على نماذج الشمعة اليابانية الاستمرارية لانها هي اللي ممكن تدعمنا وتدينا اشارة للدخول فمثلا في هذه الحالة رقم اثنين ممكن ادخل صفقة شراء بعد اغلاق الشمعة الاخيرة في هذا النموذج نفس الشيء بالنسبة للحركة العرضية الوسعة رقم ثلاثة زي ما قلنا من شوية سواء كنا هنتداول على اساس التحليل الفني الكلاسيكي او على حسب نظري توايكوف بنحاول نبحث على حدود الحركة العرضية عند الاطراف نبحث فيها عن النماذج الانعكاسية للشمعة اليابانية وبناء عليها نلتقط اشارة الدخول ونستهدف الشراء للحدود العلوية ونستهدف البيع من الحدود العلوية الى الحدود السفلية للمنطقة العرضية الواسعة في ملاحظة مهمة لازم ننتبه اليها وهي ان الحركة العرضية بحد ذاتها التي تكون واسعة ممكن اعتبرها منطقة تجميع على حسب نظري توايكوف اذا السعر تجاوزها للأعلى كما حدث عندي في المنطقة رقم 3 طالما ان الكسر اللي حصل عندي ده ليس كسر كاذب لكن اذا كان الكسر كاذب فانا هستمر مع نظري توايكوف وابيع للحدود السفلية فقط كمان احب اضيف شيء اخر حسب نظري توايكوف ان الحركة العرضية الواسعة في حد ذاتها تعتبر منطقة تجميع او تصريف على ما بعدها وكمان داخل الحركة العرضية الواسعة نفسها ممكن نحصل على منطقة تجميع وتصريف داخلها ممكن استفيد منها في التداول يعني في الشكل رقم 3 عندي حركة عرضية واسعة على اساس اننا نقدر نحدد القمى ملقيان في هذه الحركة العرضية لو تلاحظ عند حدود الحركة العرضية نفسها تشكلت عندي مناطق تجميع وتصريف الدخول بالنسبة لها بيكون اسهل فمثلا عندي حركة عرضية ضيقة بهذا الشكل عند المنطقة ايه داخل شكل 3 ارتفع من السعر وبعدين لاحظت ان فيه تجميع لهذه الشموع عند المنطقة بيه داخل شكل 3 اذا هناك احتمالية ان المنطقة العرضية بيه الصغيرة دي اما ان تكون منطقة تجميع وترفع السعر الاعلى او انها تكون جزء من الحركة العرضية الواسعة وتتحول الى منطقة تصريف واي اغلاق اسفل هذه الحركة العرضية الضيقة عند بيه هيكون اشارة بيعية قوية وفقا لنماذج الشموع اليابانية عشان كده احنا دايما منبص على الشموع اليابانية في حالة استخدامي لنظرية وايكوف في المناطق التي تكون عند حدود الحركة العرضية او اذا كانت الحركة العرضية بحد ذاتها ضيقة ايضا هبص على الشموع اليابانية اللي بناء عليها بحاول اوظف اشارتها في الدخول مع نظرية وايكوف ده كان مثال مبسط للحركة العرضية الضيقة والواسعة وشفنا فيها ازاي بتتكون مناطق التجميع ومناطق التصريف المثال الثاني على استخدام الشموع اليابانية على نظرية وايكوف في الشكل اللي قدامي ده على الشرط عندي اتجاه صاعد ثم دخل السعر في حركة عرضية ضيقة شكل ايه في الغالب يكون الاتجاه المتوقع بعد هذه الحركة العرضية هو الاستمرار في نفس الاتجاه السابق لكن في بداية المحاضرة احنا قلنا ان هناك استثناء من هذه القاعدة حسب نظرية وايكوف هذا الاستثناء هو انه اذا نجح السعر في تجاوز حدود الحركة العرضية فغالبا ما سوف يكون انعكاس للاتجاه اي اذا نجح السعر في الرجوع الى اسفل الحركة العرضية الضيقة فغالبا هينعكس الاتجاه لماذا احنا قلنا قبل كده في الكورس الماضي ان الشموع اليابانية الانعكاسية على وجه التحديد ليس بالضرورة ان تعكس الاتجاه مباشرة 180 درجة لكنها ممكن تدخل السعر في مرحلة انتقالية قبل عكس الاتجاه هذه المرحلة الانتقالية كما هو مبين عند المنطقة ايه هي احد اشكال نظرية وايكوف اذا الحركة الانتقالية التي تحدث بسبب الشموع اليابانية الانكاسية وتغير مصار السعر من اتجاه واضح الى حركة عرضية هذه تعتبر من بين اشكال مناطق التجميع والتصريف في نظرية وايكوف والقاعدة التي يستسنى فيها البحث عن النماذج الاستمرارية في الشموع اليابانية هي لما يكون الشموع ماشية بشكل عرضي ليس بها حدود واضحة لا قمم ولا قعان على الرغم من انها تسير في حركة عرضية نفس الشيء في المنطقة به تعتبر منطقة التصريف لماذا؟ ببساطة لان الاتجاه بدأ في الهبوط ثم تشكل عندي نوع من الشموع سعودية كتصحيح بسيط ثم تشكلت عندي شمعة الهنجنجمان او شبيهة الدوجي في هذه المنطقة ونزل السعر مرة اخرى فطالما كان فيه مجموعة من الشموع واربعا تقوم بعملية شحذ وتجميع للانطلاق تسمى هذه المنطقة منطقة التجميع طيب الى اين يكون وجهة هذا الانطلاق؟ هو ده اللي احنا بنعرفه من خلال نماذج الشموع اليابانية وايضا استنادا الى نظرية وايكوف كمان لو تلاحظ عندي المنطقة سي عندي منطقة تعتبر منطقة تصريف المثال الاخير في محاضرة اليوم هذا المثال يمكن ان نطبق فيه النماذج الاستمرارية بالاضافة الى الشموع اليابانية زي المسلسات وما الى ذلك فهي تساعدنا كثير في تطبيق نظرية وايكوف احنا بنحاول نوسع المدارك وفي نفس الوقت نذكر المعلومات المهمة بكل انواعها والتي تساعدنا في عمل صفقات ناجحة مش معنى ان احنا بنتكلم عن استخدام الشموع اليابانية ان احنا ممكن نهمل معلومات اخرى خارج نطاق نماذج الشموع اليابانية ممكن اننا استفيد منها في التدول على اساس ان الشموع اليابانية مش هي الكل في الكل المناطق اللي احنا بنشوف فيها قوة لاستخدام مدارس اخرى في التحليل اكيد احنا هنذكرها لان وايكوف ممكن استفيد من نظريته لو كنت استخدم معاه الانماط السعرية الاخرى مثل المثلثات والاعلام والمستطيلات وما الى ذلك زي المثال اللي قدامي ده عملي نمط سعري يسمى بالمثلثات كمان لو بصينا على المثال الاخير ده هلاقي عندي المنطقة المغلالة دي ابارة عن منطقة تصريف لماذا؟ قلنا قبل كده ان الحركة العرضية بنحاول نبحث فيها عن النمازج الاستمرارية في الشموع اليابانية لو تلاحظ هنا في المكان المغلال عندي نموذج استمراري هو الجنود الثلاثة الهاربين افكركم به عندي اتجاه هابط ثم تكونت عندي هذه الشمعة الطويلة رقم واحد وباقي الشموع صارت بحركة عرضية هذه الحركة العرضية للشموع لم تتخطى نطاق الشمعة رقم واحد ثم حدث هذا النزول في الشمعة رقم اثنين بإمكاني ان ندخل صفقة بيع من هذا المستوى المكتوب عنده كلمة ادخل بيع ونكمل البيع بدون اي مشاكل وبكده يبقى انتهينا من شرح مبسط لنظرية وايكف باستخدام نماذج الشموع اليابانية ويمكن تلخيص المحاضرة في النقاط الاتية رقم واحد شرحنا المناطق التي يمكن فيها استخدام الشموع اليابانية سواء الانعكاسية او الاستمرارية رقم اثنين النماذج الانعكاسية مع وايكف طبقناها على الحركة العرضية الواسعة عند اطراف هذه الحركة بينما رقم ثلاثة اذا كانت الحركة العرضية ضيقة غالبا ما هنفكر في النماذج الاستمرارية للشموع اليابانية لانها هي التي سوف تساعدني بشكل كبير جدا في معرفة مناطق التجميع والتصريف وما يأتي بعدها عنوان محاضرة اليوم نظرية اوليوت وكيفية استخدام الشموع اليابانية معها نظرية اوليوت هي ايضا عبارة عن مدرسة مستقلة ذاتها ينظر الى حركة الاسواق المالي فيها على انها خمس موجات دافعة يليها ثلاث موجات تصحيحية يعني في المحاضرة السابقة كان وايكوف ينظر الى الاسعار على انها مناطق تجميع وتصريف بينما اوليوت ينظر اليها في هذه المحاضرة على انها موجات تتحرك على مرحلتين المرحلة الاولى خمس موجات اندفاعية سواء صاعدة او هابطة ثم بعدها ثلاث موجات تصحيحية غالبا نحصل عليها على هذا الشكل الموضح امامي الموجات الخمس الاولى تسمى موجات اليوت الاندفاعية من واحد الى خمسة والموجات الثلاثة التالية تسمى موجات اليوت التصحيحية اي بي سي هذه النظرية تحتاج الى دورة خاصة بها لكن انا اللي همن النهاردة ازاي هنستخدم نماذج الشموع اليابانية مع موجات اليوت طيب ما هي المناطق التي يمكن فيها استخدام الشموع اليابانية مع هذه الموجات رقم واحد نستعين بنماذج الشموع اليابانية الانعكاسية مع موجات اليوت في التنبؤ بنهاية الموجة السابقة وبداية الموجة الجديدة يعني على حسب كلام إليوت بفرض أنني بدأت من هذه المنطقة بداية الموجة الأولى والسعر كول لي هذه الموجة الأولى أنا مش هعرف أن هذه الموجة الأولى أنها انتهت إلا إذا كان عندي نماذج شموع يابانية انعكاسية تخلي الأسعار تهبط للأسفل إذا نزلت الأسعار للأسفل بالشكل المطلوب بإمكاني في الحالة دي أن أنا أحسبها كموجة ثانية لأن المشكلة في نظرية إليوت هي طريقة حساب الموجة مش أي موجة تتكون نقول عليها أنها موجة صحيحة لأن هذه الموجات لها مواصفات خاصة ومقاييس معينة يمكن من خلالها أن أستطيع أن أحكم أن فعلا دي موجة صحيحة يعني مثلا أن تكون الموجة الثالثة هي أطول الموجات والموجة الرابعة لا تتداخل مع الموجة الثانية ولازم تكون قريبة منها وهكذا فيه بعض التفاصيل في الموجات لكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نحدد على وجه اليقين أي من هذه الموجات هي الأصح يعني ممكن من شرط واحد نطلع عدة موجات كلها صحيحة عشان كده محور محاضرة اليوم النهاردة إزاي نستعين بالشموع اليابانية في حساب موجات اليوت بشكل صحيح أهم حاجة أن حواف الموجات تكون عبارة عن شموع يابانية انعكاسية أو بمعنى أدق نماذج شموع يابانية انعكاسية وبناء عليها نقدر فيما بعد نرقم الموجات بشكل صحيح سواء في الموجات الاندفاعية أو في الموجات التصحيحية رقم اتنين نستعين بنماذج الشموع اليابانية الانعكاسية لدخول الصفقات والخروج منها مع نهاية الموجة طالما أنني أستخدم موجات اليوت بفرض أن هدخل مع الموجة الثالثة طب ازاي أعرف أن الموجة الثانية انتهت غالبا في الحالة دي هستعين بالشموع اليابانية أشوف نماذج انعكاسية في هذه المنطقة إلا عليها ديرة وادخل من هذه المنطقة دخلت مع هذه الإشارة في بداية الموجة الثالثة ثم تشكلت معي الموجة الثالثة طيب انت أطلع من هذه الموجة الثالثة لو أنا مستخدم نظريت اليوت لما أبدأ بملاحظة شموع يابانية كنماذج انعكاسية ممكن تنهيلي الموجة رقم ثلاثة تدخلني في الموجة رقم أربعة هذه الجزئية مهمة جدا في اليوت بعكس وايكوف وايكوف بحكم أنه يعتمد على الحركة العرضية الشموع اليابانية ممكن يقل استخدامه فيها شوية لكن مع اليوت والهارمونيك الشموع اليابانية لها دور كبير جدا في الحواف الخاصة بالموجات وخصوصا في نظرية اليوت إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة عنوان محاضرة اليوم كيفية استخدام نماذج الشموع اليابانية مع نماذج الهارمونيك أولا ما هي نماذج الهارمونيك نماذج الهارمونيك هي أيضا عبارة عن مدرسة مستقلة بذاتها وهي فعالة بشكل كبير جدا ووفقا لهذه النماذج ينظر إلى حركة السوق على أنها عبارة عن نماذج متتلية ومتكررة فبمجرد نجاح أو فشل نموذج تكون هناك فرصة لتشكل نموذج جديد مما يعني وجود فرص مستمرة لتحقيق الربح من الأسواق يعني الهارمونيك إذا تشكل معي نموذج أول هذا النموذج سواء نجح وعكس الاتجاه أو فشل وعكس جزء من هذا الاتجاه فغالبا ما سيكون هناك نموذج جديد وهكذا وده معناه أن أنا طول الوقت على الشرط هيكون عندي نماذج هارمونيك ممكن أستفيد منها وأدخل صفقات رابحة جدا إن شاء الله طيب باختصار شديد ما هي الأماكن التي يمكن استخدام فيها الشموع اليابانية مع الهارمونيك هي على مستوى النقاط الأساسية التي تشكل النموذج وعلى مستوى أكثر أهمية في النقط التي يحدث عندها الانعكاس نحاول نركز فيها على الشموع اليابانية إذا عرفنا نرسم النموذج بشكل صحيح وأضفنا إليه نماذج الشموع اليابانية مع النقطة الأخيرة في النموذج غالبا ما هتكون نتائجنا أحسن مليون مرة من المتداول الذي يستخدم الهارمونيك لكنه لا يستخدم معها نماذج الشموع اليابانية وإن شاء الله قريبا سيكون هناك سلسلة خاصة بالهارمونيك إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه السلسلة إلى أن نلتقي في سلسلة تعليمية أخرى لكم خالص تحياتي كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته